موسيقى بمناسبة العودة إلى المدارس سيقيم متحف الأطفال مهرجان فكرستان الأطفال 2015 بالشراكة مع مهرجان الفكر الجديد 2015 لنتحدث أكثر عن مهرجان فكرستان الأطفال 2015 معنا سيدة سوسن الدلق وهي مدير عام متحف الأطفال الأردن صباح الخير سوسن صباحك أهلا سوسن حمد الله كيف حالك دائما هيك ضيفة عزيزي علينا بتعطينا دائما هيك عن الأنشطة والأشياء الحلوة اللي دائما يقيمها متحف الأطفال وكل شكور لكم أكيد والسنة أنتو عاملين إشي جديد بمناسبة العودة إلى المدارس عملتوا شراكة مع مهرجان الفكر الجديد وعملتوا مهرجان فكرستان الأطفال حتينا أكتر عن فكرستان الأطفال 2015 أحنا كثير متحمسين عن فكرستان الأطفال فكرستان أو مهرجان الفكر الجديد هو كان يقام كل سنة أظن مدى الثلاث سنوات الماضية والفكرة فيها هو كان يستهدف الشباب لتغيير شوي شوي نمطية الفكر ليكون إيجابي أكتر ولنكون لنا دور فعال أكتر في مجتمعنا ما كان عندهم إيشي للأطفال وإذا دائماً بنشتغل على الشباب ما فيه إيشي للأطفال ففريق مهرجان الفكر الجديد السيد ماهر أجعلنا على المتحف وقالنا شو رأيكم أنه نبدأ هاي الشراكة أنه يكون عندكم إيشي للأطفال طبعاً الحمد لله أنه إحنا كمتحف أطفال هذا اللي بنعمله كل السنة يعني هذا الجزء من شغلنا اللي هو تحفيز الطفل والإستكشاف عنده والتعلم التعلم اللامنهجي دائماً بنقول فاتفقنا أنه نشتغل مع بعض على هذا الموضوع فهلأ إن شاء الله رح يكون فيه مهرجان الفكرة الجديدة اللي هو يستهدف خلينا نقول على أقل من 15 وفوق فئة الشباب يعني فئة الشباب والكبار بالعمر وإحنا رح نشتغل على مهرجان فكرة جديدة فكرة ستار للأطفال على الأطفال طيب يعني فيه هدف أكيد من وراء مثل هيك مهرجان إقامة مثل هيك مهرجان وخصوصي إحنا بنحكي إقامته في متحف الأطفال خبرين شوي عن الأهداف من إقامة مثل هيك الهدف كان إحنا كنا عم نشتغل إنه يكون لعنا أول مرة من أول افتتاحنا إنه نكون لعنا مهرجان العودة للمدارس وهذا كجزء من خطتنا لهذه السنة هلأ دائماً كل سنة بيكون الرجعة للمدارس حلوة ومش حلوة حتى بلاي الأهل مبسوطين ومش مبسوطين الأطفال أمنا كدير وبدأ نرجع للمدرسة واللي صغير شوي بيكون شوي بتحبسي والعطل خلصات والعطل خلصات فإحنا حبينا إنه إحنا كل إشي بنعمله هو التعلم من خلال اللعب وهي أحلى طريقة للتعلم فكنا نعمل إنه نعمل مهرجان العودة للمدارس اللي هو مش بس نبيع قرطسية أو إشي زي هيك هذا أوكي جانب مهم يمكن لأن نقضي الأشياء اللوجستية للعودة للمدارس بس كان هدفنا إنه نعطي محتوى للأطفال وعائلاتهم إنه يتحمسوا على الرجع المدارس يتحمسوا على التعلم يبطل التعلم يهي بدي أرجع على التعلم وبيدي أرجع على المدرسة والإمتحانات والهي قالوا لا نفرجيهم إنه في جانب كثير حلو للتعلم وإنه خلينا نستفيد منهم وإنما أجت هاي الشراكة اتفقنا إنه كل بحث ذاتها إحنا اللي عم نعملو تحفيز للفضول وتحفيز للإستكشاف فرح يكون هذا اليوم هو هذا الهدف الأساسي فيه اللي هو خلينا نشجع الفضول والإستكشاف عند الطفل والتعلم والتعلم من خلال اللعب ونوفر كل المأجلات للطفل إنه يستفيد منها بهذا اليوم صح وهذا يمكن أنتوا أصلا من أهداف متحف الأطفال والأنشط دائمة اللي بتعملوها اللي بتحفز فعلا الفضول عند الأطفال وأنهم عن جد يمسكوا بإيدهم ويكتشفوا ويشوفوا الإشياء على حقيقتها بدون مش بس نظريا في الكتب مضبوط بعيدا عن الطلبين هذا أهم إشي إنه الطفل يوصل للمعلومة لحاله وما بس يحفظ المعلومة عشان يقدم امتحان ويخلصها كيف لو ترسخت هاي المعلومة بعقله لمدى الحياة وكيف لو هاي حفزته إنه يعمل إشي أكتر يصير مخترع يربط هاي المواضيع اللي اللي عم بتعلمها مع بعض كاتب مؤلف أديب مخرج سينمائي كل المجالات اللي ممكن إنه إحنا هيك نعطيه الأساس بس هو وهو الطفل بس تعطيه المجاله هو بكمل هو بكمل مضبوط وقد إحنا أطفالنا يمكن عندهم قدرة كبيرة ونبعدهم شوي عن هاي الأشياء التكنولوجية والأشياء اللي عم بتأذيهم أكتر ما عم بتفيدهم يروحوا للأشياء التعليمية أكتر التوقيت ستسوسا للمهرجان توقيته ومتى زمان مكان خل نحكي أكتر لا كل اللي عم بتابعونا لا يعرفوا إن شاء الله إنهم كلهم يتوجهوا ويشاركوا بمهرجان فكرستان الأطفال إن شاء الله لحيكون يوم 22 سبت القادم إن شاء الله من الساعة 10 الصبح للساعة 6 المساء في متحفنا في متحف الأطفال الردور اللي هو موجود في حدائق الحسين كتير ناس بتعرف كمان متحف السيارات ومسجد الحسين احنا بنصب بناتهم بالذات ورح يكون مهرجان فكرستان برضو بيبدأ على الساعة أربعة بنفس اليوم بس هم بيستمر لتاني يوم كمان وإحنا إن شاء الله لنهار كامل يعني رح تلتقوا مع مهرجان الفكر الجديد ويمكن هاي دعوة أيضا للي حبين يحضروا مهرجان الفكر الجديد وعندهم أطفال ممكن أسهل سهلتوا أنتوا عليهم المهمة إنه ممكن هم ييجوا على مهرجان الفكر الجديد فكرستان وبرضو ممكن أطفالهم يستفيدوا من مهرجان فكرستان الأطفال وهي فكرا يعني فعلا فكرة رائعة هيك انتوا شملتوا كل فئات المجتمع يعني ما في حج لحدا كل حدا فيكم بيقدر يشارك لمهرجان الفكر الجديد طيب عن البرامج ستسوسان خبرنا شوي إيش البرامج اللي انتوا عاملينها الانشيطة اللي محضرينها لكل الأطفال اللي رح يتوجهوا لعندكم لمهرجان فكرستان 2015 أهلا بدنا نتخيل كل إشي بيعمل للمتحف الأطفال على مدى العام كله عم بيكون موجود بهذا اليوم بيوم واحد بيوم واحد فهي ورشات عمل مناطق إنه بيقدر يدقل عليها الطفل إنه بيقدر يعمل برنامج معين نشاط معين في متحدثين جايين متحدثين معنا 12 شريك محتفى وغير بالإضافة للمحتوى المقدم من المتحف اللي برضو عم بيقدموا ورشات عمل وطوكس للأهالي كمان ولمعلمين اللي حابين إنهم يجوا يشاركوا لأنه حابين إنه يكون الأطفال مش بس عالطفل على الأهل إحنا كمربيين للأطفال على المعلمين إنه برضو نشوف إنه أنا بقدر أدرس بطريقة مختلفة أو بقدر أتعامل مع طفلي بطريقة مختلفة واحدة من النشاطات رح تكون إنه كيف نعرف موهب الطفلنا مثلا هاي للكبار لالصغار فيه بستوديو الفن برامج فيه بالمكتبة برامج مختبر الاختراع فيه تجارب علمية رح تكون موجودة تقريبا كل زاوية من الزوايا رح يكون فيه إشي عم بيسير في المنطقة الخارجية رح يكون فيه نشاطات مختلفة من تجارب كمان بتضحك لتجارب علمية لفرق كمان تراثية عم بتشارك معنى أو موسيقية فكل إشي موجود ليلبي احتياجات الطفل وتقريبا إذا أجت العيلة ساعة ونص بهاي الساعة ونص بتقدر تحضر عدة ورشات عمال وعدة جلسات ونشاطات مختلفة اللي تستفيد من كل النواحي حتى الساعة ونص إزقائل إشي ممكن تكون فيه إلها فائدة كبيرة يعني حلو أنتم حضرين برامج ترفيهية تعليمية كل إشي كوميدية خلي نحكي يعني الواحد عن جد ممكن يروح عندكم ويغير جوه خلال هذا اليوم يوم المهرجان طيب نتحدث شوي سوسا عن متحف الأطفال عن برامجه دائما نحب نذكر الناس بوجود مثل هالصرح العلمي الرائع فعلا متحف الأطفال ووجودك طبعا أنت كمدير عاملة إلو أدي فيه أنشطة أدي نحكي شوي عن الإقبال عليه من فئات المجتمع المحلي هلأ الحمد لله زبدي أبدأ من الآخر أن الإقبال زمان يمكن كنا نواجه مشكلة أن الناس ما كانت عارفة شو هو متحف أطفال فكان فكرة المتحف يعني هل أنا رح أجي أشوف أشياء تراثي طب كيف هو للأطفال فمع الوقت صارت الناس عم تعرف أكتر الحمد لله عم بزونا حوالي ربع مليون زائر سنويا ربع مليون زائر سنوي سنوي هذا عم بيجولنا وبشرفونا المتحف هو عبارة عن قاعة معروضات 150 معروضة المعروضات لأنه ما في طريقة أشرحها أكتر أنه شو هي المعروضة هي مجسمات مختلفة بتشرح موضوع بيأخذ الطفل بالمدرسة بطريقة أو بأخرى في عن الآلات عن الكهرباء عن الضوء بس هو الطفل ما عم بيعرف أنه هو هذا هو إشي علمي فهو عم بتعلم من خلال اللاعب فهو عم بيستكشف تلك الأطفال عم بيركدوا بيتفاعلوا مع هاي المجسمات بيشوفوا أنا إذا شدت هاي كيف رح أغير بالأوزان عم بيربط بع أفكار علمية بالمغناطيس بأي موضوع حتى الفضاء عم بيربطها مع الأشياء اللي عم بيدرسها بالمدرسة كتير معالمات بييجوا عنا بيقولوا لنا أنا بحاول أوصل فكرة معينة بالمدرسة بالصف باجي هون رحلة مدرسية عشان أفسرها أكتر تكت تخيالي مختبر علمي كتير كبير وبرضو منركز على الأعمار اللي صغيرة الأعمار اللي أقل من خمس سنوات فيق لهم مناطق مقصصة بيهمنا كتير هو لعب الأدوار المختلفة الخيال تحفيز الخيال عند الطفل هذا كتير مهم بالإضافة لكل هذا في البرامج اللي بتصير بشكل يومي شهري سنوي كلها هاي برامج متواصلة فأي وقت الواحد بيدخل رح يلاقي فيه برنامج عم بيصير بكل زاوية من المتحف بيقدر يشارك فيه فكل هاي برامج تفاعلية بتحفز إن الطفل يتساءل ويفكر ليش هذا عم بيصير كيف هذا عم بيصير ويكون هو جزء من هاي التجربة أو جزء من هاي هذا النشاط اللي عم بيعمله فعم بيستعمل كل حواسه ونجع من قول هذا الطريقة الوحيدة اللي يرسخ المعلومة عنده إن شاء الله صح وقدي أنتو عم تلعبوا دور عم تساعدوا حتى المدارس والمعلمين زي ما حكيت يمكن مش كل مدارس المملكة وأنا عم بحكي يمكن في المدارس الحكومية يمكن ما عندهم هاي خلينا نحكي المواد والأدوات اللي اللي يقدروا من خلالها ينفزوا الأنشطة ويطبقوها بطريقة ترسخ مثلا بعقول الأولاد ولكن أنتو عم بتساعدوهم أنو عم بتوفروا هاي الإمكانيات بتوفروا الأشياء المش موجودة ويمكن أنت حكيتيني مرة أنه الدخولية للأطفال من وزارة التربية والتعليم كأنه فيقلهم أيام مجانية أو بتقدري تحكي لنا على مدى العام مجانية في عنا مبادرة اسمها مبادرة مدحفنا للكل هاي المبادرة لأنه إحنا عنا دخلية للدنينير وهي مدعومة أصلا وما بتغطي إلا جزء بسيط من التكلفة للعمليات المتحف بس بنفس الوقت نحن عارفين أنها تلدنا نير ممكن أن تكون عبق مالي ففي عنا اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم كل أطفال وزارة التربية والتعليم بيجو رحلات مدرسية مجانا بالإضافة للمعلمين على مدى العام مع عائلاتهم بقدروا يجو بأي وقت على المتحف بالإضافة في مدارس وكالة الغوث بيدخلوا مجانا على المتحف في يوم مجاني مفتوح لهو كل أول جمعة بالشهر هي يوم مجاني لجميع العائلات في أطفال وزارة التنمية عنا برضو اتفاقية مع وزارة التنمية لدور الأيتام ومراكز خاصة أنها تستفيد من المتحف وفي عنا كمان متحف متنقل هو عم بروح للمرات بروح للطفل خلينا نقول رحلة بالطفيلة بيقولونهم لا نطلع على متحف الأطفال بس ما في رسوم بيصفي برضو مرات بيكون عبب التنقلات المواصلات لا ييجي العائلة مثلا فيها أربع خمس أفراد بيصير الام بدأ تقرر مين بده يطلع رحلات فبرضو منعمل المتحف المتنقل بيزور هو هو يزور المحافظات هو عم بيزور المدارس فالحمد لله إحنا هكي يعني أدبع من نقدر غطينا كل فئات المجتمع وعم نحاول نوصل لكل طفل أنه يستفيد من تجربتنا هذي أدب ما منقدر أدب ما بتقدره صحيح يمكنه كمان أدب أقول مهم هذا اليوم المجاني اللي انتو عاملينه يعني أنت قلتيل أنه عدد هائل عم يدخل عندكم بأول جمعة كل أول جمعة من أول شهر بالضبط يعني 11 جمعة بالسنة 12 جمعة بالسنة هاي مجانية بشكل كامل على كل أنشطة وفعاليات المتحف مظبوط يقدروا يدخلوا يستخدموا كل المرافق قلتيلة عدد هائل عم يدخل عندكم يعني هذا إشي بطمن أنه الناس برضو مهتمة إنها تعلم أولادها ما هي وكمان عم نامل استبيانات للرأي وهي الأشياء كتير عم بيجينا ردود فاعل إنه كل زبان نسألهم هل بتحسوا هذا المتحف هو ترفيهي وإلا تعليمي أكتر هلأ باستمرار عم بيجينا إنه تعليمي تعليمي بو كيقولوا لها تعليمي وترفيهي بس عامل التعليمي عم بيجي لنا أكتر إشي وهذا كتير مهم إنه صارت الناس تحس بالفايدة إنه أنا طفلي عم بيتعلم مش بس عم بيلعب وبيركد وهذا أشي بقيده اللعب والركض أكيد طبعا بس بدفس الوقت تخيلوا لو نقدر يلعب ويركد ويستبدع وينبسط وهو عم بيتعلم كمان يعني هذا أنا بقول كتير فكرة حلوة سوسان زي ما حكينا إحنا ما منقدر نقيم موضوع اللعب ولكن إنه ندمج اللعب مع الترفيه وزي ما حكيت لك يمكن التجربة التجربة لأطفال إحنا يمكن أطفالنا شوي محرومين موضوع إنهم يجربوا ويمسكوا بإيديهم النظري سيطر يمكن أكتر على تعليمنا فأدي بتحسي هون الطفل لما يمسك بإيده ويتعرف على الإشي ويكتشفها عم بيكون إشي أحسن يمكن لها ما تتخيلي شو تفاعل عظيم قد ما بقدر أحكيلك إنه إحنا مجتمعنا دائما بقول إحنا غلطانين إحنا كأهل كمعلمين كلنا يعني أنا من الناس المذنبين كمان بهذا الموضوع إنه مرات بالبيت ما منقصص زاوية للأطفال أو منطقة معينة مضلنا خايفين عن نظافة البيت وتكتيبه اللي هو الطفل يلعب لعب حر ويستكشف لحاله ما بيلون وبيضهن وبيخبص مرات هذا التخميص هذا كثير مهم كان عندكم هذا النشاط عفية المتحف الأطفال قرأت عنه قبل فترة إنه الألوان فقلت أدي حلو إنه هيك الطفل محروم إنه يلون ويخبص أوعي والحيطان وعن تخربش على الحين سيطلعيهم للأولاد اللي الغساني على طور على حمام ضغري وظمور أنا بدأ أتشكر وجودك معانا ست سوسن الدلق مدير عام متحف الأطفال متحف الأطفال فنقلكم أهلا سرعة فيك أهلا سرعة